الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وموله السلام عليكم إذن بداية أبارك لمتابعين موقع المشروح ولجميع المسلمين عيد الأضحى فعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير وفي الفترة الأخيرة توصلت بالعديد من الأسئلة والطلبات بتخصيص حلقة لموضوع تحويل القرص الصلب من Dynamic إلى Basic وتلبية لهذه الطلبات أقدم إن شاء الله هذه الحلقة التي سوف نرى فيها كيف يمكنك تحويل قرص صلب من حالة Dynamic إلى حالة Basic بطريقتين اثنتين الطريقة الأولى يدوية والطريقة الثانية باستخدام أحد البرامج إذن لماذا تحتاج أصلا لتحويل القرص من Dynamic إلى Basic وكيف يمكنك فعل ذلك هذا ما نراه مباشرة بعد هذا الفاصل القصر إذن مرحبا بك مجددا كما تشاهد معي الآن لو دهدنا إلى Disk Management أو مكان تقسيم الأقراص الصلبة هنا Disk Management سوف تجد عندي هنا كلمة Dynamic بطبعة الحال هنا لأنه عندي قرص صلب واحد في هذا الجهاز لذلك يدهر Disk Zero إذا كان عندك قرصين صلبين متابطين بنفس الجهاز سوف تجد مثلا Disk Zero ثم Disk One وهكذا على حسب أعداد القرص الصلب لكن المهم عندنا هنا هو أنه تجد كلمة Dynamic كما تشاهد معي وليس Basic وبالتالي المشكل في كون القرص Dynamic هو أنه لا تستطيع عمل Format كما قلت فلاحظ معي الآن لا يوجد عندي زر Next لا أستطيع الضغط على Next للمتابعة واستكمال عمل Format وإذا ضغطت هنا على هذه الخانة يقول لي هنا في هذه النافذة Windows cannot be installed to this hard disk space The partition contains one or more dynamic volumes that are not supported for installation وبالتالي فهذا القرص لا يمكن عمل Format لا لأنه يحتوي على واحد أو على Partition واحد على الأقل بصيرة أو في حالة Dynamic وبالتالي لا يمكن عمل Format لا إذا فقط نضغط على Yes أو OK ثم نذهب مباشرة إلى هنا Repair Rear Computer ثم نذهب إلى الخير الأول بعد ذلك نضغط على Next نبدأ الآن في عملية التحويل نختار Command Prompt ثم هذه هي الطريقة الأولى مباشرة بعد ذلك بعد فتح CMD نكتب Disk Pulse هذا الأمر سبق استخدمناه في العديد من الحلقات كما يعلن المتابع الأوفياء لمشروح بعد ذلك نكتب List Disk لإظهار الأقراص ثم كما تشاهد معي الآن في هذه الحالة هناك قرص صلب واحد على هذا الجهاز وهذا هو حجمه يمكنكم معرفة القرص صلب من حجمه بطبعة الحال إذا كان لديك أكثر من قرص صلب على جهازك إذن في حالتي الآن نكتب فقط Select Disk ثم الرقم المناسب هو 0 كما تشاهد في الأعلى يوجد Disk 0 إذن تختار القرص صلب لا تريد ثم بعد ذلك نعطيه أمر التحويل مباشرة Convert Basic ثم نضغط أيضا على Enter ونضخم له حتم الفاتيح إذن تمت العملية بنجاح يقول لي تم التحويل من Dynamic إلى Basic إذن للتأكد لو عدنا إلى الوراء الآن نغلق النافدة ثم نغلق أيضا هذه النافدة نضغط على Install Now ثم Next ثم Custom كما تشاهد معي الآن صار بالإمكان الضغط على Next وبالتالي تم حل المشكل إذن طريقة الأولى ناجحة كما تشاهد معي لكن أحيانا قد لا تتم هذه الطريقة يقول لك عند الضغط أو عند كتابة Convert Basic يقول لك بأنه حدث مشكل خطأ في عملية التحويل لأن القرص الصلب يحتوي على Partition واحد مملوء على الأقل ويجب إفراغه أو مسحه إذن فكيف يمكنك مسح البارتيش نات أو مسح القرص الصلب من أجل إعادة تحويله من الديناميك إلى البايزيك للسماح بتثبيت الويندوز عليه كل ما عليك فعله هو العودة إلى نفس المكان إذا نذهب إلى Repair Computer هنا نفس الشيء ثم الخيار الأول ثم Next ثم Command Point ثم بعد ذلك نفس الأمر Disk Part ثم List Disk ثم تختار مرة أخرى القرص الصلب لدي تريد تحويله هو الديسك السفر في هذه الحالة إذن تكتب Select Disk ثم الرقم المقابل لذلك الدسك في هذه الحالة هو السفر إذن Select Disk 0 بعد ذلك نكتب الأمر Select Volume لنبدأ في اختياره إذن Select Volume ثم Equal أو تساوي ثم 0 رقم الVolume أو Partition هو 0 بعد ذلك نعطيه أمر المسح Delete Volume من أجل مسح القرص الصلب أو Partition بالضبط ثم تضغط على Next لتتم العملية بنجاح مباشرة بعد أن تضغط على Next لتتم العملية سوف يتم مسح جميع البيانات والملفات المتواجدة على القرص الصلب عندها يمكنك العودة والقيام بالخطوات التي شردناها قبل قليل خطوات التحويل Disk Part ثم List Disk ثم Select Disk ثم Convert Basic وبالتالي سوف يتم تحويل القرص من الديناميك إلى البيزيك وسوف يكون بإمكانك استكمال عملية Format كما شاهدنا قبل قليل إذا كانت هذه الطريقة الأولى بدون استخدام أي برامج ننتقل الآن مباشرة إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية سوف نستخدم فيها أحد البرامج وفي حقيقة الأمر هناك أكثر من برنامج يمكنكم من خلاله تحويل الديناميك إلى البيزيك هناك العديد والعديد من البرامج وهناك بعض البرامج التي ستدعي أنها سوف تحتفظ على الملفات المتواجدة على القرص الصلب عند تحويله من الديناميك إلى البيزيك لكن أنا شخصياً لا أفضل الثقة في هذه البرامج لأنه يمكن أن يحدث أي خطأ ويتم مسح ملفاتك لذلك قبل تطبيق الشرح يجب عليك إذا كانت هناك أي ملفات مهمة على القرص الصلب أن تقوم بنقلها إلى USB أو إلى قرص الصلب خارجي في حال ما إذا كان يتوفر لديه من أجل الضمان اللي يتم حدفها أو حتى نقله على إحدى خدمات التخزين السحابي سوف أضع لك روابط بعد خدمات التخزين السحابي في حال لم تكن تملك USB أو قرص صلب خارجي يمكنك رفع تلك الملفات الخاصة بك على خدمات التخزين السحابي وبعد أن يتم عمل التحويل إذا تم مسح تلك الملفات من القرص الصلب يمكنك أن تعيد تنزيلها على جهازك من جديد إذن اسم البرنامج الذي سوف نستخدمه في هذه الحالة هو MiniTool البرنامج الغني عن التعريف أنا سبق ورفعته لك في الإصدار رقم 7 لأن الإصدار الحديث من هذا البرنامج لا يتيح لنا إمكانية التحويل من الDynamic إلى الBasic كما تشاهد معي هذا هو رابط التحميل سبق وحملته لك على الميديا فاير الملف أو رابط التحميل تجده أسفل الفيديو مباشرة فقط اضغطه على Download لتحميله ملف Zip كما تشاهد معي بعد تحميله سوف يعطيه ملف على هذا الشكل نقوم بفتحه أو استخراجه بالضغط على زر فأر الأيمن ثم تختار برنامج فقط الضغط الذي تسخدمه 7zip أو Loanerar أو أي برنامج تسخدمه إذن نضغط على Extract Files لاستخراج جميع الملفات نضغط على OK تتم الآن عملية استخدار طبيعة الحال بعد ذلك سوف نحصل على ملف على هذا الشكل ملف عادي نقوم بفتحه ثم نفتح مشروح أيضا ثم نفتح هذا الملف ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا Boat Media World ثم أيضا ضغطتين إذن بعد ذلك سوف تقوم بحلقه إما على CD أو DVD أو USB أنت تختار الخيار الذي تشاء أنا في حالتي لأني الآن قمت بإدخال قص DVD فارغ على جهازي لذلك اختار الخيار الأول إذا كنت ترغب في استخدام فلاشة أو USB فقط اختار الخيار الثاني إذن في حالتي أنا كما قلت سوف أقوم بحلقه على DVD مباشرة بعد اختار الخيار الأول نضغط على Next ثم نضغط على OK تتم الآن عملية الحلق مباشرة إذن كما تشاهد معي تمت العملية بنجاح يعطيني هذه الرسالة نضغط على OK ونضغط بعد ذلك على Finish إذا استخدمت قرص DVD سوف تلاحظ بأنه تم إخراجه قم بإعادة إدخاله بعد ذلك فقط قم بإعادة تشغيل الجهاز للإقلاع إلى DVD أو إلى USB على حسب الذي اختارته هل اختارت DVD أو USB إذا لم تكن أيضا تعريف كيف يمكنك الإقلاع إلى USB أو DVD سوف أضع لك حلقة سبقة وشرحت في هذا الموضوع كما تشاهد معي مباشرة بعد الإقلاع إلى البرنامج تجد عندك ثلاث خيارات الخيار الأول والثاني هما اللدان يمكن أن تختارهما إذن نختار الخيار الأول هو الأفضل مباشرة بعد ذلك نضغط على ENTER من لوحة المفاتيح يتم الآن استعراض بالملفات ننتظر إلى أن تنتهي هذه العملية إذن بعد ذلك تمت العملية كما تشاهد معي اضغط على واحد أو اثنان من لوحة المفاتيح إذن أضغط على واحد كما تشاهد معي أكتب واحد ثم أضغط على ENTER في الأول اضغط على أي زر من لوحة المفاتيح قبل انتهاء العد التنازلي ثم اضغط على واحد كما تشاهد معي الآن أو اثنان ثم نضغط على ENTER أو انتخذ من لوحة المفاتيح إذن يتم الآن تشغيل البرمامج كما تشاهد معي الإصدار السابع من الميني تول إذن مباشرة بعد ذلك كما تشاهد معي أظهر للأقراص الصلبة المتوجدة على جهازي وهنا عندي قرص ديناميك كما تشاهد معي إذن لتحويله إلى البيزيك فقط تقف عليه هنا على أيقونة القرص الصلب ثم تضغط على زر الفائضة الأيمن ثم تختار هذا الخيار ثم بعد ذلك نضغط على OK كما تشاهد معي تحول بالفعل إلى البيزيك نضغط على apply مباشرة ثم نضغط على yes لإستكمال العملية بنجاح إذن تمت العملية بالفعل نضغط على OK مرسة أخرى وصار عندي الpartition basic بدل dynamic كما تشاهد معي بعد ذلك فقط نقف عليه مرسة أخرى ثم نضغط على زر الفائضة الأيمن ثم نختار هذا الخيار rebuild MBR ثم نعيد الضغط على apply ثم نضغط على yes ثم نضغط أيضا على OK تم تحويله كما تشاهد معي والآن نذهب إلى الpartition يجب أن تجد كلمة active هنا أمامه إن لم تجد active بمعنى أنه غير منشط فيجب أن تقف عليه على الpartition ثم تذهب إلى هنا من هذه القائمة الجانبية وتختار هنا set active بدل set inactive سوف تجد set active بدون en في البداية الكريمة إذن فقط اضغط عليها هذا لا يحدث عادة لكن في حال ما إذا حدث ذلك فقط تأكد من أنها active هنا إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة قدمت لك طريقتين لتحويل القرص من الDynamic إلى الBasic يمكنك أن تختار الطريقة التي تناسبك ولا تنسى الاشتراك في القناة الأولى لموقع مشروح وأيضا القناة الثانية لتتوصل بكل حلقات موقع مشروح ثم زيارة صفحة موقع مشروح على الفيسبوك facebook.com slash مشروح وإبدأ إعجابك بالحلقة بطبيعة الحال وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته